الفصائل المسلحة في العراق شنت هجوما بالطائرات المسيرة على احدى اهم القواعد الاستراتيجية للولايات المتحدة الامريكية والتي تتواجد فيها القوات الامريكية وتحديدا في الداخل السوري في ثلاثة ايام الماضية القيادة المركزية الامريكية اعترفت بهذا الهجوم الذي جاء بطائرات مسيرة مفخخة التفاصيل التي تحدثت عنها القيادة المركزية الامريكية اكدت بان القاعدة التي استهدفت هي قاعدة متواجدة في المثلث الحدودي بين العراق والاردن وسوريا وتحديدا هذه القاعدة تتواجد في الداخل السوري وهي قاعدة التنف الهجوم تم بثلاث طائرات مسيرة مفخخة وكانت المنظومات الدفاعية الامريكية حاضرة في مسألة التصدي لهذه الطائرات المسيرة طائرتين بحسب القيادة المركزية الامريكية وما نشرته تمكنت الدفاعات من التصدي لها واسقاطها ولكن وحيدة من هذه الطائرات المسيرة تمكنت من ضرب هذه القاعدة وإيقاع اضرار فعلا تحدثت القيادة المركزية الامريكية بانها ادت الى اصابة عنصرين ليس من القوات الامريكية لم يكن هناك اي قتلى او جرح من القوات الامريكية الموجودة في هذه القاعدة بل ان الاصابات جاءت من عنصرين من قوات سوريا الحرة او جيش سوريا الحرة الذين كانوا يطلقون على انفسهم قوات مغاوير او مغاوير سوريا طبعا التي تدربها الولايات المتحدة الامريكية في هذه القاعدة هذا هو ما جاء من تفاصيل من القيادة المركزية الامريكية من هذه الضربة بل نشرت صور لطبيعة هذا الهجوم الذي نتحدث عنه منها هذه الضربة التي جاءت بالطائرة المسيرة كما تلاحظون وكانت هناك صور ايضا اخرى قد نشرت من جيش سوريا الحرة كما تلاحظون للطبابة الامريكية وهي تقوم بعملية معالجة سوريين على ما يبدو بانهم من عوائل جيش سوريا الحرة او قوات جيش سوريا الحرة واضح جدا بان المدنيين هم الذين تتم معالجتهم من قبل الطبابة الامريكية كانت هناك ايضا صورة مهمة اخرى لهجوم او الضربة التي جاءت من احدى الطائرات المسيرة من الممكن ان نستفد تماما من هذه الصورة ونحاول ان نحدد موقع الضربة التي جاءت في قاعدة التنفل التأكد من طبيعة مسار هذه الطائرة ومن اين جاءت وكما نلاحظ ان اهم علامتين هنا هو الصحن الذي نلاحظه هنا صدق او لا تصدق وهذا العامود الذي يأتي بمسافة بسيطة عن الصحن طبعا المبنى واضح جدا بانه كبير وهذه هي نوعية المباني التي يجب ان نبحث عنها في القمر الصناعي طبعا وواضح جدا بان الطائرة المسيرة ارتطمت بهذا الجدار او السياج الذي يأتي قريبا من المبنى الذي نراه طبعا هناك باب واضح جدا هذه الباب لا تأتي مباشرة بعد هذا الجدار بل انها تأتي مجاورة له بهذا الاتجاه وتأتي بمسافة قريبة من الصحن مسألة مهمة هناك مساحة مفتوحة طبعا بعد هذا المبنى وايضا هناك نوع من السياج او المبنى الذي يأتي بهذا الشكل قريب من هذا المبنى ولكنه ليس ملاصقا لهذا المبنى وبالتالي نحن اصبحنا امام عدد من العلامات مع الانتباه واضح جدا بان هذا المبنى لا يبدو وكأنه مبنى تتواجد فيه القوات الامريكية على هذا الاساس دعونا نتجه للقمر الصناعي نتجه للمثلث الحدودي بين العراق والمملكة الاردنية الهاشمية والسورية لهذه القاعدة الاستراتيجية الموجودة في الداخل السوري هنا نتجه طبعا الى قاعدة التنف المهمة للغاية وبالتالي هذه هي القاعدة لنبحث عن نوعية المباني التي تحدثنا عنها عندما تقترب فانت امام مبنيين هذه المباني التي على ما يبدو بانها مباني كبيرة تأتي مساحة امامها خاصة اذا ما اتجهنا الى الشمال قليلا فانت امام نفس العلامات ممكن ان يكون هذا المبنى او هذا المبنى ولكن دعونا نركز على هذا المبنى قليلا فبعض العلامات متشابهة ولنحاول ان نقترب من هذه المنطقة التي نراها الان ومع الاقتراب اكثر تجاه هذه النقطة وهذه النقطة ليست واضحة ولكن يبدو باننا امام الصحن وامام العمود الذي اشرنا اليه طبعا وبالتالي عندما ننسحب من هذه المنطقة قليلا بالقمر الصناعي نوعا ما اصبحنا امام علامات قريبة تحدثنا عن هاتين العلامتين هذا هو مبنى كبير كما تحدثنا يبدو باننا امام جدار وليس مبنى وواضح بان هناك مسافة بسيطة بين المبنى وبين الجدار وهذا امر متطابق وواضح جدا ايضا باننا امام الباب او البوابة التي تحدثنا عنها تبدو بانها تأتي بهذا الشكل وبهذه النقطة وعلى هذا الاساس يبدو بان السياج الذي تحدثنا عنه او الجدار هو يأتي بهذه المنطقة ليس واضحا من القمر الصناعي لم تكن هناك صورة واضحة حتى واحدة لهذا السياج وبالتالي هذا يوضح بان الضربة بالطائرة المسيرة قد جاءت بهذا الشكل اي بما معنى ان الطائرة كانت قد حلقت بهذا الاتجاه وبالتالي كل شيء تطابق مع الصورة التي تحدثنا عنها وعلى هذا الاساس هذا الموقع هو في حقيقة الامر موقع معروف تعرضا للكثير من الهجمات والطائرات المسيرة وهو اساسا موقع لتواجد قوات جيش سوريا الحرة واساسا هناك كانت صور سابقة لهذا الموقع من الهجمات ومن تدريبات لهذه القوات التي نتحدث عنها على سبيل المثال هنا عندما تلاحظ نقطتين او ثلاثة نقاط مثل هذا المدخل لهذا المبنى الذي تحدثنا بان الهجوم قد جاء هنا على جدار بهذا الشكل وستلاحظ بانك امام نقطة لرفع العلم هنا علم كما نلاحظ واضح جدا هنا جدار وهنا ساحة بهذا الاتجاه بالتالي دعونا الان ناخد صورة تقريبا تعود الى فترة اللابأس بها من سنتين تقريبا او ثلاثة لنفس هذا الموقع لاحظ انت ستكون امام نفس الموقع لهذه القوات وهي تتدرب هذه الساحة هذا هو العلم وهذا هو المدخل كل شيء متطابق ويوضح بان هذه منطقة لتواجد هذه القوات التي نتحدث عنها وايضا بالحديث عن هذا المدخل تحديدا هو قد تم استهدافه صدق او لا تصدق بطائرة مسيرة سابقا في عام 2021 تقريبا ايضا كانت هذه الهجمة قادمة بالطائرات المسيرة عندما تلاحظ هذا الموقع وتقترب منه فكانت هناك صورة كما تلاحظون لطبيعة الضربة التي جاءت بالطائرة المسيرة لهذا الموقع متطابقة تماما لهذا المدخل وهذا المدخل كما نلاحظ بان هناك علامة الامم المتحدة اي بما معنا مرة اخرى باننا امام موقع لا تتواجد فيه القوات الامريكية يفسر تماما لماذا لم نسمع اي شيء عن جرح او قتل اي امريكيين من هذه الضربة التي نتحدث عنها من اين جاءت هذه الطائرات المسيرة دعونا نذهب الى المثلثة الحدودية العراق والاردن وسوريا ونحاول ان نقترب من هذه القاعدة المهمة جدا قاعدة التنف لنتحدث الان بشكل واضح اصبح واضحا لدينا ان هذا المبنى هو الذي استهدف اي انها جاءت من الشرق واستهدفت هذا المبنى جاءت من هذا الاتجاه ان جاءت من الغرب على سبيل المثال سيصطادون هذه الطائرة الامر المقنع والاكثر اقنعا هو ان تأتي من اتجاه العراق وفعلا لم يكذب خبرا احد احداء الفصائل المسلحة لم تكذب خبرا من الفصائل الموجودة في الداخل العراقي وهي تشكيل الوارثين الذي ترونه هو الذي تبنى هذه العملية واكد بانه هو من قام بهذه العملية وهذا يوضح ان الطائرات المسيرة كانت فعلا قادمة من العراق وكل الانظار تذهب الى جرفة الصخر بان الهجوم بالطائرات المسيرة كان قادما من هناك خاصة وان في الخامس عشر من اغسطس من عام 2022 كان هناك هجوما نشر التحالف الدولي هذا المنشور وضح ان هناك هجوما بالطائرات المسيرة باستخدام هذه الطائرات الكي اي اس او فور ايرانية الصنع الدزاين والتصميم ايراني ولكنه من العناصر او من الطائرات المسيرة التي تستخدمها الفصائل المسلحة الموجودة في العراق وواضح عندما نقترب فان الصورة توضح بحسب التحالف الدولي ان الطائرات قد انطلقت من محافظة بابل في اشارة الى جرفة الصخر وقد نكون هنا مرة اخرى بان الهجوم قد جاء من جرفة الصخر بغض النظر عن هذه التفاصيل الا ان كان امام الفصيل العراقي وامام طائرات مسيرة انطلقت من العراق وقامت بهذا الهجوم على قاعدة التنف في الثلاثة ايام الماضية الهجوم طبعا يأتي بعد ايام قليلة من حضور هذا الرجل المهم وهو قائد فيلق القدس الايراني اسماعيل قاني الى بغداد وكذلك الهجوم يأتي بعد يوم واحد فقط من انتهاء كأس الخليج العربي وهو خليجي 25 الذي فاز فيه المنتخب العراقي مباشرة ثاني يوم في الساعة الثانية عشر والنصف كان الهجوم حاضرا بهذه الطائرات المسيرة وبالتالي انتهاء هذه البطولة انتهاء هذا النجاح بهذه البطولة قد يعني الكثير من التصعيد من الفصائل المسلحات تجاه هذه القواعد الامريكية المهمة الموجودة في المنطقة والامر ايضا يرتبط وتوقيت هذا الهجوم يرتبط بمسألة وضغط كبير تتعرض له ايران بحسب الفرانس 24 مؤخرا تحدثت عن ضغط كبير تتعرض له ايران في حقيقة الامر وهي اكدت بان الضغط الذي يأتي على ايران هو يأتي الان على عملة الريال الايراني فالريال الايراني يعاني ما يعانيه في الداخل الايراني الان بسبب ضغوط الامريكية وضغوط الاتحاد الاوروبي فتحدثت فرانس 24 بهذا التقرير المهم واكدت بان في نهاية ديسمبر الماضي كانت عملية تصريف الدولار الواحد مقابل الريال الايراني كانت تساوي 330 الفا المشكلة بان هناك ديبريشييشن هناك عملية انخفاض في القيمة او عملية ضربة كبيرة قد تعرضت لها هذه العملة بهذه الثلاثمائة وثلاثين الفا فكانت عملية الانخفاض تأتي او التدهور لهذه العملة بنسبة ثلاثين بالمئة من ثلاثمائة وثلاثين الفا للدولار الواحد الامريكي وصلت الى 430 الفا بحسب تقرير فرانس 24 وهذا يوضح لك التدهور الكبير الذي يأتي لهذه العملة بل ان يوم انس بحسب فرانس 24 تحدثت بان عملية التدهور لهذه العملة قد وصلت الى 450 الفا بشكل مثير التدهور في هذه العملة للريال الايراني تحديدا هي تأتي مع تفاصيل نشرتها الول ستريت جورنال لاجراءات اتخذها البنك المركزي الامريكي تجاه العراق تجاه اربع مصارف كانت قد تحدثت بان البنك الفيدرالي الامريكي كان قد اخذ اجراءات مهمة للغاية على العراق وبدأ يتواصل على البنك المركزي الامريكي الاجراءات كانت حاضرة منذ فترة ولكن قالت الول ستريت جورنال بان هناك تجديدات على هذه المصارف التي تحدثنا عنها بدأت منذ نوفمبر الماضي لاحظ التوقيت المهم بين الدولار الامريكي وبين الريال الايراني وهي مسألة مهمة تحدثت عنها الول ستريت جورنال فقالت ان هذه التجديدات من نوفمبر بسبب انها وجدت ان هناك عمليات تهريب للعملة الصعبة للدولار الامريكي لايران ولعدد من الدول الاخرى ولا تفسيرات لها وعلى هذا الاساس اتخذ البنك الفيدرالي عددا من الاجراءات في هذه المسألة تحديدا وهو ما يفسر عملية التدور الكبيرة للريال طبعا الايراني الذي تحدثنا عنه في ديسمبر كيف انه انخفض الى 430 الفا الى 450 الفا مشكلة كبيرة وضغط كبير على ايران واضح جدا ان ايران يبدو بانها تدفع ثمن ولا زالت تدفع ثمن عملية انخراطها في الحرب الروسية الاوكرانية وعدم وصولها الى اي اتفاق نووي مع العالم ودخوله في مرحلة الخطر لكن الايرانيون لم يتوقفوا عند هذا الحد بل ان ايران بدأت تصعد مع هذا التدهور بدأت تصعد ضد الاتحاد الاوروبي ضد الولايات المتحدة الامريكية وقالوا انكم ايها الاوروبيون الان ان قمتم فعلا بفرض عقوبات على الحرس الثوري الايراني بحسب عدد من التصريحات التي جاءت من عدد من الجنرالات في الحرس الثوري الايراني ان قمتم بادراج الحرس الثوري الايراني في قوائم الارهاب فلا عودة للاتفاق النووي الاتفاق النووي ميت ولكنه لم يدفن بعد ايضا وزير الخارجية الايراني امير عبداللهيان تحدث بشكل مثير بعد سؤال قد وجه لهما اذا كانت ايران ستنسحب من معاهدة الان بي تي هي معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية التي وقعت عليها ايران وعلى اساسها وبما ان ايران موجودة في هذه المعاهدة غير مسموح لها الوصول للقنبلة النووية الان وزير الخارجية الايراني قال بالنسبة الينا سننسحب من هذه المعاهدة ان استمر الغرب ان استمر الاوروبيون بطبيعة الاجراءات التي يتبعونها ضدنا وهذا ببساطة يعني خطر كبير ان ما اتجهت ايران الى هذا الطريق لان ايران كما نعلم هي تخصب اليورانيوم بنسبة 60% نسبة عالية للغاية واصبحت اقرب من اي وقت مضى للوصول للقنبلة النووية وايضا هناك تقارير مستمرة بان ايران على تواصل المستمر مع روسيا وروسيا قد تزود ايران بمنظومات الاس 400 القادرة طبعا تماما على حماية هذه المنشآت النووية ويعني بان ايران قد تتحول الى دولة نووية وعلى هذا الاساس نرى ضربة كبيرة قادمة على ايران بل ان اسرائيل لا تنتظر احدا ابدا تفاصيل ايضا خطيرة في ظل هذه التطورات التي نتحدث عنها وهذه التصريحات الايرانية الخطيرة قادمة من البريكينج ديفنس البريكينج ديفنس الذي تحدثت عنه بان اسرائيل طلبت 25 طائرة من طائرات الاف 15 وهي تحاول من الوصول الى مضاعفة هذه الطائرات التي طورتها الولايات المتحدة الامريكية لتحمل قنابل مخترق القبو القادرة الحديثة على توجيه ضربة عنيفة لهذه المنشآت النووية التي تأتي تحت الارض وبالتالي تطورات كبيرة الغرب يضغط ايران تضغط وهنا نحن امامه هجوم جديد واستنفار جديد من الفصائل المسلحة في هجماتها ضد قوات التحالف الدولي وقوات الامريكية الموجودة الان في الداخل السوري اشتركوا في القناة